محافظ صلاح الدين يعرض على صندوق إعادة الأعمار أولوية المشاريع التي تحتاج لها المناطق المحررة ارتفاع أسعار المواد الغذائية يغير تقوص الأسر في رمضان والمرضى يشكون غلاء الأدوية في الصيدليات استبعادوا عقد جلسة للنواب قبل انضاج مبادرة البيت السياسي الشيعي والحلبوس يحسم معركة صلاحيات وهيئة الرئاسة ووفد سياسي رفيع المستوى في أربيل لإنهاء الانسداد برئاسة الجمهورية والعراق يرفض اضحامه بالنزاع الإيراني الإسرائيلي ومن عنوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم حضر محافظ صلاح الدين دكتور المهندس عمار جفر خليل اجتماع صندوق إعمار المناطق المحررة برئاسة الدكتور محمد العاني ومشاركة محافظي الأنبار وكاركوك وانينوا وبغداد وديالا ونائب محافظ بابل وركز الاجتماع بحث استكمال خطة مشاريع العام 2021 وما ينقصها لإنجازها وناقش الحضور ارتفاع أسعار المواد الإنشائية إلى جانبي تسليم الخطة للمشاريع المقترحة لعام 2022 ومتطلبات إدراجها وإحالتها بالتنسيق بين المحافظات وصندوق وقد شدد المحافظة على أهمية إكمال النواقص عبر إدراج المشاريع بأسرع وقت ممكن أكدت قيادة العمليات المشتركة أنه لم يتبقى في محافظة صلاح الدين سوى القليل من النازحين وقال المتحدث باسم العمليات لواء تحسين الخفاجي أن الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة عمليات صلاح الدين بحضور المحافظ وممثلة الأمم المتحدة في العراق وكبار القادة العسكريين يهدف إلى تسهيل عودة ما تبقى من النازحين ومناقشة المشاكل وإيجاد الحلول الملائمة لأجل إغلاق الملفة ولفت إلى أن صلاح الدين من المحافظات التي سطاعت أن تقوم بعمل كبير في مساعدة عودة كثير من المهجرين وأوضح أن قرى قليلة لم يعد نازحها بعد كون منازلهم هدمت ويحتاجون إلى مأوى مؤكداً أن القوات الأمنية ومحافظة صلاح الدين وكل الوزارات الخدمية أبدو استعدادهم لتقديم الكثير من الأمور لتسهيل العودة استذكر قائد شرطة صلاح الدين لواء قنديل خليل محمد يرافقه عدد من الضباط التضحيات الكبيرة التي اختلطت فيها دماء المدنيين مع القوات الأمنية خلال تصديهم لمحاولة تسلل الإرهابي داعش عام 2017 في حي الزهور وسط تكريت تستذكر مدينة تكريت ومحافظة صلاح الدين هذه الذكرى الخالدة ذكرى هوية مدينة تكريت الحقيقية التي عبر فيها أهل المدينة والقوات الأمنية عن هويتهم الحقيقية من خلال التصدي للمجامع الأرهابية التي اقتحمت مدينة تكريت في هذا اليوم والتي ذهب ضحيتها أنذاك ثمانة وثلاثين شهيد وخمسة وعشرين جريح من القوات من المدنيين بالإضافة إلى شهداء الشرطة الذين نستذكرهم بعز وفخر ونستذكر دماؤهم التي سالت من أجل الدفاع عن مدينة تكريت المعركة التي التحم فيها مآثر الجيش العراقي مستذكرين وقفة السيد قائد العمليات أنذاك فريق الركن جمع ناد وزير الدفاع حاليا وموقف الشرطة وكذلك الأخوة المقاتلين المجاهدين في الجيش والأخوة المجاهدين في الحشد السعبي ونستذكر مواقف أهل تكريت الذين كانوا عندما يستشهد الشرطي من الأجهزة الأمنية يحمل البندقية أبناء المدينة ويتدافعون في القتال وتنزف دماؤهم من أجل مدينة تكريت ومن أجل كرامة محافظة صلاح الدين هذا اليوم المشؤوم يوم أسوأ الأيام ولكن أربحنا بي رغم الشهداء ربحنا بالاستقرار وربحنا بالأمن لكن بدماء طاهرة زكية دافعت عن هذه المدينة أبطال رجال القوات الأمنية رجال الشرطة ورجال الحجد المقدس ورجال شباب أهل تكريت تدافعوا وكانوا عوناً للقوات الأمنية هكذا كانت أسطورة من الشباب ذهبت ضحية 38 شهيد و25 جريح بهذه الملحمة ولكن الحمد لله كان لنا النصر في مثل هذا اليوم 4-4-2017 دخلت ثلة مجرمة من الارهابيين إلى مدينة تكريت فتصدى لها الشباب والشيوخ والنساء والأطفال وما قبل أنه يدخلون للمدينة لأنه آثرنا على أنفسنا بعد الـ 2014 عدم التعامل وإي شخص حتى لو كان شك فيه أنه من الأرهاب لأنه الأمن والأمان ما يأتيه بس من القوات الأمنية لازم نتطرفين والتعاون وثيق لازم فلهذا نقول الشهداء اللي صقتوا في تلك الفترة أو الحقبة هم صاروا سبب لهذا الأمن والأمان ونسأل الله أن يحفظ العراق وأهله وتكريت وأهلها فاجع الألمة التي راح ضحيتها نخبة من شباب مدينة تكريت في حي الزور رجراء العمل الأرهابي الذي حصل يوم 4-4 اللهم نسأل الرحمة والخلود لشهدائنا الأبطال إلى ذلك أكد قائد شرطة صلاح الدين اللواء قند الخليل محمد تنفيذ الخطة الخاصة بشهر رمضان بشكل دقيق مؤكدا خلال جولة له في مدينة تكريت ولقائه بالمواطنين أن المحافظة انتقلت إلى حالة الأعمار والبناء بعد أن طوت صفحة الإرهاب شرطة بالمرحلة الحالية واجبها فرض هيبة الدولة سلطة القانون والحفاظ على كرامة المواطن وامتلكاته وأعطاء الحرية الكاملة الآن تقوم دوريات النجدة ودوريات المرور ومراكز الشرطة بواجبها داخل المدينة وأفواج الطوارئ تأمل بالمحيط الخارجي للمدن والحفاظ على الأمن اليوم نشارك مراسيم التي تقوم بها المواطنين أثناء شهر رمضان يعني الحمد لله هذا الكم الهائل من المواطنين هذا هو رسالة على الأمن الذي يسودي المدينة إن شاء الله الآن انطوت صفحة الإرهاب وإن شاء الله الآن مرحلة إعادة النسيجة الاجتماعي والألفج الاجتماعية وعودة أبناء المدينة في تكريت وفي كافة المحافظات إلى ما كانت عليه بصفحة جديدة تزدهر بالأمن موجة الغلاء التي تشهدها أسواق المواد الغذائية والخضار خلال أيام شهر رمضان المبارك دفعت الحكومة المحلية في قضاء الدجيل وبالتعاون مع الجهات الساندة إلى تنفيذ حملة رقبية موسعة لمتابعة الأسعار ومحاسبة التجار المتلاعبين بوقوط المواطن الزميل فاضل الأنصار تابع الحملة وأعد لنا التقريج التالي تصاعديا تسير أسعار المواد الغذائية والخضار من دون توقف خلال أيام شهر رمضان المبارك مرهقة كاهل أصحاب الدخل المحدود والعوائل الفقيرة الذين طالبوا بتفعيل الدور الرقابي ومحاسبة التجار الذين يستغلون الأزمات والمناسبات جيت تسوق اليوم جيت لنقيت الأسعار مرتفعة الكيلو بل فونس مار الطماطع وعلى الله كفيرك ما يجب تقرر أشتري إذن نس كيلو ما عندي منين نجيب لا راتب لا شري منين نجيب نسليب هم نسليب يقول لك السوران عاد هم الزينين وإحنا المو زينين يقول لك أنت جايب السليب وهذا حوازون الدنيا عم راح لعالم تهج وين تروح عم هذا الشوق تضرر المواطن البسيط من عنده هلام السفاد من عنده بس التاجر هذا تجعله بالبسطية الطماطع بألف ونص الإخيارة بألف ونص البتيتها بألف ونص يعني تهي حاجة المواطن يأخذها وهذا رمضان يعني بيشتاخل بيشتاخل هذا الشوق هذا بيشتاخل نطلب من الدولة ومن الجهات المعنية ومن اللجنة الاقتصادية تحاسب هذا تحاسب هذا تسولد صحيح لو أمال فوضى هاي عمي فوضى ماكو لا لجنة اقتصادية لاكو سيطرة على السوق ولا على الاقتصاد موجة الغلاء التي شهدتها أسواق المواد الغذائية والخضر خلال الشهر الفضيل دفعت الحكومة المحلية بقضاء الدجيل وبالتعاون مع الجهات الساندة بتنفيذ حملة رقابية موسعة لمتابعة الأسعار ومحاسبة التجار المتلاعبين بقوت المواطن عرقامة شعبة الرقابة الصحية مع الأجهزة الساندة بجولة تفقدية إلى محال الأسواق الغذائية بالجبلة والمفرد بالنسبة لنا فيما يخص المواد المنتهت الصلاحية والأجهزة الساندة قاموا بمتابعة الأسعار يعني تعرفون أنه شهر رمضان وصيام ومواطنين يشكون من غلاف الأسعار فواجبنا مع الجهات الساندة قمنا بالكشف والتحري عن مواد المنتهية والزيادة في الأسعار بالنسبة للقضاء حسب توجيهات السيد محافظة صلاح الدين الدكتور همار جبر خليل نفذت الحكومة المحلية في قضاء الدجل والدوار الساندة لها جولات رقابية تفتيشية على أسوأ أقل مواد الغذائية ومحال الخضار ومحال القصابة لمتابعة ظاهرة غلاء الأسعار ومنع وردع كل من يحاول أن يستغل هذا الوضع بالرغم من الإجراءات الحكومية بمتابعة الأسعار إلا أن موجة الغلاء أخذت تتصاعد مسجلة أعلى مستوياتها مرهقة العوائل الفقيرة لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل أنصاري قضاء دجين وإلى الضلوعية التي لم تختلف الأوضاع في أسواقها عن باقي أقضية صلاح الدين حيث شهدت ارتفاعا فاحشا للمواد الغذائية والخضار يقابلها ركودا في حركة التبضع ما دفع التجار المطالبة بفتح الاستيراد وتسهيل حركة عجلات الحمل الزميل جاسم الأبو جاسم تجول في الأسواق وعدى التقرير التالي سجلت أسواق ظلوعية المحلية تحديدا بعدد روادها وذلك بسبب الارتفاع الحاد بأسعار السلع والمواد الغذائية وخصوصا الفواكه والخضار والتي تعد المصدر الغذائي الأساسي اليومي للعوالي ذات الدخل المحدود خضار صعد حين يعني المواطن جاي عاني من صعوداء السوق الأسباب الأسباب هي نفس الحكومة بالشمال الزرع يعني رخيص حل بس أنا أقول لك السيطرات ما تخليه تحبر لي الجاية خاصة المستورد الإيراني ما تصل من واحد الواحد تصنى يعني أنا أقول لك بالشمال بستمية بستعمية هنا الطماطة تصنى بألف واربعمية الناس ما أدهى يعني الناس الصدع شو ما تقول الصدع المواد الغذائية الصدع المخضر الصدع المثل الغاز الصدع اسمه الأسعار كلها صاعدة يعني موسى بها رمضان ولاس اسمه والله كريم وعرف عاد شنون وضع السوق هو حق العالم تتخبل هذول أهل المحلات يصعدون الأسعار لأنه العالم عبالك يوم القيامة ما مصدقين ينسوقون وكأنه هذا آخر مسواق لهم فالناس من يشوف يتشق بال على هالسلع هذه مثل الناس اللي ما شايفه طبعا تيادي تصعد الأسعار والله مطالبنا بس الله سبحانه وتعالى يرحمنا مراقبون واختصاصيون وأصحاب محال تجارية بيانوا أن من بين أهم الأسباب التي تساهم بارتفاع سعار السلع والبضاع بالأسواق المحلية اليومية هو القرارات الاجتهادية الغير مدروسة والتي تساهم بتحديد انتقال السلع والبضاع من مكان لآخر مسوق السعر كله غالي الإيراني السعر بس العراقي قال الإيران المستورد كله غالي البتيتها بـ 900 اللي نجان بـ 1400 جان نشتريه جملة الطماطة اليوم نشتريها بـ 1300 للمواطن نبيعها بـ 1500 الانتاج العراقي ما أضل المنتاج العراقي ما أضل الآن قال كله الآن لخيار بـ 37-40 الزوج بلي في الكيلو يطلع البسة الإيران أكثر شسعة بـ 1500 بـ 1400 كيلو حتى يجي المواطن كان يأخذ جيس بتيتها ما أعد يقدر يأخذ جيس بـ 27-40 اللي فقام يأخذ 5 كيلوات وكيلوين يقول ما عندي فلوسي كيف المسؤول يعني بل عائلة كبيرة ذاك اليوم جاني عائلة كبيرة يقول عندي 20 نفر أخذ 5 كيلوات بتيتها يعني نحن نجيب طلبية أكثر تمشي الساعة ما عاد يمشي الزرع الزرع ليوم ما عاد يأخذ هي البتيت الساعة هنا مو بالفربة هي بالشمال بخمسمية ناص سبب سيطرتها ما أحد يخليها يعبر استيراد قوي استيراد ما يعبر أقول ليش يخليها يعبر لدينا بقطعونها مالحدود ويخلون زراع يعبر مالحدود طماضة بخونس وانا كنت طماضة بخونس طماضة بخونس طماضة بخمسمية وبرضعمية ليش سببها كان الصدق برباح السبب سبعة بارتغال بلف طماضة ونص بثلاثة الفربع ماكو يجسعة حتى حركة ماكو ما الصعود ما يريد يجيك على هالصعود ماحد يقدر ياخذ طماضة بلفربع ولا يكتر بثلاثة يقدر ياخذ بلفربع هلس ياخذ خمس قم ياخذ لكلوان ياخذ جيس قم ياخذ خمس كلوان مناشدات يتوجه بها ذوي الدخل المحدود لتعطيل قرارات آنية كانت سببا بتحديد ما يقتنوه من مستلزمات غذائية يومية لقنا صلاحة الفضائية جاسم أبو جاسم الظلوعية اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الأدوية سوى المتعلق منها بالأمراض الطارية أو المزمنة وبما لا يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية مطالبين معالجات حكومية تراعي أوضاعهم وتوفير الدواء بالتعاون مع الجهات الصحية الرسمية العلاج بسعار عام غالي غالي جدا نحن نأخذ العلاج بسعار ما نعرف ما نعرف سعرها الحقيقي كيف بالصيدلية يصعد السعر أو ينزل لا يوجد دور رقابي عليه كيف عنده مرض مزمن ويحتاج علاج بشكل دوري فأكيد ستنثر عليها إن شاء الله فننطالب من الجهات المعنية أن ندفع دور رقابي على الصيدليات وعلى الأسعار الدواء قالي حي القالي والله أخذ كل بحساب أن أخذ عك شهر 200 300 وأنا ما عندي تمكانية جهالي بالمدارس وما عندي تمكانية وأشتغل ببيت يومية حسب لي 10 والله العظيم الدواء حي القالي زوجي عنده صرع ونسيان وضغط وحرام ويقول عندك تهشب بالأعظام حين ملض والله نأخذ على الدكتور 200 أكثر العلاج 300 أخذ على الدكتور علاج حي القالي وما نقدر على تمكانية تحيل بحي العلاج ما الساحنا جاي نأخذ علاج وعدنا مراض نزمنة الحج بالنسبة العلاج العلاج قسم متوفر بالمستشفى وقسم ما متوفر يعني أنا سوي عملية لابني فنص العلاج أخذته من المستشفى ونصه على الصيدة الخارجية الصيدة الخارجية غالية علاج غالي بسرعان وأني يعني المفروض من المفروض أنه يعني مستشفى حكومة المفروض بي متوفر كل شي وكذلك إذا أشع أو مفراز أو يدزوك على حكومة حجز طويل تروح على أهلي غالي يعني نتأمل أنه توفر العلاجات نتأمل سير يعني شغلة من يراجع واحد عنده مريض يتوفر كل شي ضمن حملة الأعمار التي تشهدها محافظة طلاح الدين باشرة شركة المنفذة أعمال تأهيل وتطوير شارع محطة بلد والذي يعد من الشوارع الحيوية للمواطنين ويسلكه الكثير من الزائرين للمراقد الدينية المزيد في تقرير زمين عبد جبار مهدي عجلة الإعمار مستمرة لعادة تأهيل وتطوير مدينة بلد الشركة الرابط بين محطة بلد والعاصمة بغداد حيث الشارع الاستراتيجي الذي يغطنه الآلاف من الزائرين للمدينة ومرقض السيد محمد عليه السلام باشرة الشركة المنفذة أعمالها بشارع المحطة الخارجي سيد الخروج العمل مستمر النسبة للنجاز جيدة ومرتفعة خلال الأيام القليلة القادمة سيتم اكساء الطبقة الأولى التعديلية وثم بعدها الطبقة الثانية اللي بايندر يظهر الشارع بالمظهر الأفضل إن شاء الله إن شاء الله العمل مستمر بشورة جيدة وإن شاء الله بها إلى أيام المقبلة يتم إكمال الشارع المحطة الخروج من بلد بالنسبة للعمل العمل الإنجاز كمشروع كلي تقريبا 60% اليوم نطمن المواطن بأننا الشركة مستمرها بدون توقف إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله الحكومة مفرل كل متطرباتنا بالنسبة لحكومة محلية وكل حكومة مركزية مبالغ وكورصد للمشروع وإن شاء الله العمل مستمر الحكومة المحلية في بلد أكدت المباشرة بتأهيل وتطوير هذا الشارع واكمال حسب المواصفة الفنية والهندسية الرصينة تفادية للحوادث المتكررة في هذا الشارع ونتيجة لكثرة المطبات والتعرجات التي كانت يعاني منها الشارع في السنوات السابقة تعلق بتنفيذ الأعمال في شارع المحطة وهو من المشاريع الوزارية فقد باشرت الشركة المنفذة لتطوير هذا الشارع باستعناف أعمالها بأعمال التبليط للسايد الخروج في هذا الشارع ومن المقرر إن شاء الله إكمال وإنجاز أعمال التبليط في هذا الشارع من أسبوع إلى عشرة أيام الشركة المنفذة لعادة تهيل شارع المحطة الرئيسي مدخل مدينة بلد تباشر بعملية التبليط وبمواصفات عالية من قضاء بلد عبد الجبار مهدي قناة صلاح الدين الفضائية وفي الملف السياسي تغيب مؤشرات عقد أي جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية حيث لم يعد السادس من نيسان الموعد الأخير في وقت يتكتم الإطار التنسيقي على الخطوط العامة لمبادرة الحال الوسط التي سينقلها سرا إلى الحنانة رئيس تحالف الفتح هاد العامري قبل مفوضات ثنائية في أربيل والسليمانية خلال أيام من التفاهم على شراكة متوازنة لا تستثني أحدا ويراهن قادة البيت السياسي الشيعي على ما يسمونه الثقة المتراكمة مع مختلف القوى السياسية السنية والكردية كون أن الإطار يمثل أغلبية المكون الشيعي برصيد انتخابي يقترب من المليوني عراقي على حد تفسير النائب محمد الصيهود مضيفا أن التنسيقي يريد وحدة المكونين الكردي والسني لممارسة الدور نفسه في العملية السياسية وتشير تسريبات من النجف إلى زيارة سرية يستعد القياديان في الإطار هاد العامري وفالح الفياد القيام بها إلى الحنانة لإطلاع زعيم التيار صدري مقتدى الصدر على رؤية الحل المقترحة وتفاهم على الخطوط العامة للحل الدستوري وأيضا مواجهة جميع المخططات الخارجة الرامية إلى تفتيت أو اضعاف وحدة البيت والمكون الشيعي كما يعتقد النائب حسين العامري وقد يكون الخوف على وحدة البيت الشيعي بوابة الوصول إلى تفاهمات الكتلة الأكثر عددا بين التيار صدري الإطار التنسقي والتي ما زالت موضع شدا وجذب محليا وأقليمي في وقت يحاول الإطار لانفتح أكثر على الشركاء لضمان نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي يراها القياد في الفتح علي الفتلاوي قريبة بينما يعدها المسشار منافل موسوي بعيدة دون رضاء الكتلة صدرية ويؤكد محللون ومراقبون السياسيون ضرورة حصول توفق شامل بين جميع الأطراف السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة في العراق وأهمية حصول تفاهم وحوار شامل بين الإطار وتحالف قاد وطن لأن البقاء في مراهنة الشد والجذب سيفاقم الاحتقان السياسي وقد يضطر المحكمة الاتحادية إلى تفسير جديد بآلية تصويت على رئاستي الجمهورية والحكومة بخيار الانتخاب المباشر الذي يحلج الجميع وعلى قاعدة للصبر حدود أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن أصدار الأوامر النيابية بتوقعه حصرا ولا يخول أحدا بذلك وذلك استنادا إلى قانون مجلس النواب والذي تضمن تنفيذ تشريعات نافذة وتفصيلات العمل الإداري وتشكيلات المجلسة وجاء في وثيقة أخرى صادرة عن مكتب الحلبوسي أنه لا يتم إجراء أي تحقيق إداري أو توجيه عقوبة لأي موظف من موظفي المجلس إلا بأمر منه حصرا ولا يعمل بغير ذلك مطلقا فيما يقول مطلعون أن رئاسة البرلمان استحقاق المكون السني ولا يجوز أتنازع على ذلك لأنه سيفرز نوعا جديدا من التعطيل الدستوري في إشارة إلى إصرار النائب الأول حاكم الزاملي على تصرف ضمن هيئة الرئاسة بدلا من رئاسة المجلسة وحسم الخبير القانوني أمير الدعمي سجال صلاحيات بين رئيس البرلمان ونائبه الأول بالقول أن الدستور العراقي نص في المواد 54 و 55 على رئيس البرلمان منفردا ومن ثم نائبيه الأول والثاني وبالتالي لم يرد في الدستور أو قانون مجلس النواب ما تسمى هيئة الرئاسة التي تعتبر دخيلة على النصوص الدستورية فيما يرى المحلل السياسي إبراهيم سراج أن الخلافة بين الحلبوس والزامل هو بداية التصدع للتحالف الثلاثي وعلى ذكر الخلافات وقنوات حلها يتحدث مطلعون عن اتفاق سياسي في بغداد لإرسال وفد رفع المستوى للقاء الزعيم الكردي مسعود البرزاني لإنهاء الخلاف الكردي على رئاسة الجمهورية سواء بالاتفاق على مرشح تسوية تنمع الاتحاد الوطني أو الذهاب بمرشح واحد للجلسة البرلمان المقبلة فيما استبعد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فأقزدان لجوء إلى خيار تشكيل حكومة طوارئ لأن التفاقات السياسية ستحسم للأزمة الحالية ويرى المطالعون أن سقف التشدد في المطالب سيتم تعديله خلال أيام لأن استمرار الخلاف الشيعي على رئاسة الحكومة والكرد على رئاسة الجمهورية سيزد من الثغرات والمتاعب والمفاجآت التي من بينها العودة إلى ضغط الاحتجاجات الشعبية وتكرار سيناريو تظاهرات تشرين ومقاطعة المواطنين لانتخابات البرلمان الأخيرة وذلك على حد وصف النائب محمد شيعي السوداني ويبدو من القراءات أن المرونة السياسية ستكون حاضرة على طاولة التفاوض السياسية الصامت والمعلن بعد وصول التصعيد إلى آخر مداياته بمنح البيت السياسي الشعي أربعين يوما للاتفاق على حكومة جديدة قال عضو تحالف الفتح محمود الحياني أن تصريحات الخارجية الإيرانية ربما هي محاولة لزج العراق وقيم كردستان بمشاكل نحن بمنأ عنها ويشير الحياني إلى تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بأن ردهم على إرسال مبعوث إسرائيلي لإسطول البحرية الأمريكية الخامس يتجسد بكلمة واحدة فقط هي أربيل وقال الحياني أنه لا يعرف ماذا كانت تقصد الخارجية الإيرانية بتصريحها فهناك خلاف على النيون بين إسرائيل وإيران وربما هي محاولة زج العراق وكردستان بهذه المشاكل ونحن بمنأ عنها ولأن حدود السياسة مفتوحة بمختلف الملفات فقد استهجنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بن جين ريكاني الهجمات السياسية وحملات تسقيط الهوجة التي تشنها أطراف ناكرة للجميلة عازيا ذلك لابتعاد الحزب الاجتماعيا عن الوسط العربي وقال ريكاني أن تخوين سلاح سهل لا يكلف جهدا ولا يحتاج إثباتا ويعكس حقيقة الفشل الذريع في بيع شعارات وطنية وتوزيع سكوكها على الجماهير التي باتت تدرك كل مفاصل وذهاليز العملية السياسية وعز المسؤول الكردي جانبا كبيرا من أسباب الهجمات التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي إلى عدم تواجده بشكل مناسب في بغداد وعدم إقامة علاقة مجتمعية عميقة ولم يكن له أعلام موجه إلى الوسط العربي العراقي أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي أن جهد إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة أسمى في عودة نسبة كبيرة من النازحين إلى مناطقهم وأن الحكومة العراقية قطعت أشواط متقدمة في حسم ملف النازحين وأغلاق المخيمات كافة بالتنسيق مع المجتمع الدولي وأضاف الغزي باجتماع اللجنة التوجيهية للقرض الأزماني أنه تم تجاوز نسبة كبيرة من المعويقات التي حالت دون استكمال المشروعات المدرجة ضمن القرض في قطاعات البنى التحتية والصحة والكهرباء والطرق والجسور في المناطق المحررة والهدف منها تهيئة البيئة الملائمة لعودة المهجرين طوعيا وعبرت ممثلة وزارة الخارجية الألمانية عبر دائرة تلفزيونية المغلقة عن التزام الجانب الألماني بالشراكة مع الحكومة العراقية وتقديم الدعم الكامل لتنفيذ خطط إعادة الأعمار وبسط الاستقرار وناطق المحررة ورئيس الهيئة العلية للتنسيق بين المحافظات ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء وممثلون عن الجهات القطاعية ذات العلاقة حذر الخبير الاقتصادي سبع علم من سير العراق على خطى لبنان وأعلان إفلاسه خلال المرحلة المقبلة موضحا أن ما أدى إلى إعلان الجمهورية اللبنانية إفلاسها هو سبب تصارع القوى السياسية منذ فترة طويلة مما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي وأضاف أن العراق يصير على خطى لبنان منذ ستة أشهر حيث لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على تشكيل الحكومة لكي تمتلك الإمكانية في تسيير الأمور بشكل سليم ما قد يكرر التجربة اللبنانية في البلاد خلال المرحلة بسبب الأزمات المتراكمة ولفت إلى أن انتشار السلاح يعطي مؤشرا خطيرا في إذا استمر الوضع طويلا دون وجود حكومة مستقرة تعطي الإمكانية لفك كل أشكال الأزمات التي يعيشها المواطن العراقي علق النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني على الهجوم الانتحاري الذي استهدف جيش العراقي جنوب الموصل وقال أن مخاوفنا كانت في محلها عندما وقفنا ضد عودة أسر الدواعش من معظم محافظات العراقي لمخيمات جنوب الموصل وثم عودتهم إلى بعض أحياء المدينة مضيفاً للهجوم الانتحاري الذي استهدف الجيش ما هو إلا بداية للإرهاب ضد محافظتنا وكان هجوم انتحاري بواسط حزام ناسف قد استهدف الجيش أثناء عملية تفتيش ضمن جبال نويغت ما تسبب بإصابات في صفوف القوى المهاجمة في وقت تسعى وزارة الهجر والمهاجرين إلى تصفير مخيم الجدعة من النازحين ونقل الأسر إلى محل سكنحة عقب دورة تأهيل وإعادة إنعاش تتلقاها النساء والأطفال القادمون من مخيم الهول السوري تسجل المحاكم العراقية أكثر من عشرة حالات انفصال خلال ساعة واحدة بالعراق من ضمنها ظاهرة الطلاق الصامت التي تبقي الزوجين في ظل سقف واحد رغم انفصالهما بعداد كبير لتصل إلى القضاء فيكون طلاقاً صامتاً بين الزوجين فقط ويشكل الطلاق الصامت نهاية غير رسمية للعلاقة الزوجية فيظل عقد الزواج ساري المفعول أمام الجميع لكنه منتهي بين ركنيه الرئيسيين وهذه ظاهرة بدأت تنتشر على نطاق واسع في العراق نتيجة تعقيد إجراءات الطلاق حسب اعتقاد القانوني محمد جمعة الذي يقترح تشريع ما يسمى بالخلع لرفع قيد موافقة الزوج حسب ما معمول به في الكثير من الدول العربية وابو المقابل يطرح مختصون بعلم الاجتماع بعض الحلول لحد من ظاهرة الطلاق الصامت وانتشارها وذلك عبر الاعتراف والمواجهة بوجود مشكلة ما وتحديد أسبابها ومحاولة إيجاد حل لها بدلا من أن يلجأ كثير من الأزواج إلى صمت القاتل لروح الحياة الزوجية في وقت يزيد ضغط الحياة الاقتصادية والمجتمعية من صعوبة المعالجات بالوقت المناسب وتتابعون في نشرتنا أيضا كتلة الديمقراطي الكردستاني ترفض تأجيل الانتخابات بالإقيم وتؤيد بقاء المفوضية وسامان برزنجي يعلن تشكيل لجنة لمعرفة أسباب نفاذ الأدوية في مستشفيات السليمانية ومؤتمر دولي لمتابعة الآثار الناجمة عن سيطرة تنظيم داعش على مدينة الحويجة ووزير الخارجية المصرية يقول الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا تخطيطان لفرض عقوبات جديدة على موذكو وزيلينيسكي من بوتشا العالم سيعترف بأن ما حدث إبادة جماعية والسقيع الربيعي يهرد العديد من المحاصيل الزراعية الفرنسية إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم أعربت كتلة الديمقراطية الكردستانية عن رفضها تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان عن موعدها المحدد وتمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان الأقليم مؤيدة في الوقت ذاته بقاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لحين إجراء عملية الاقتراع وأعلان نتائج الانتخابات وقال الرئيس الكتلة خالد مولازان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان كردستان مع أعضاء الكتلة أن الانتخابات حق من حقوق شعب كردستان وليس من حق أي أطراف أو قوى سياسية أن تحرمه من ممارسة هذا الحق وأضاف أن موقف الكتلة مع إجراء الانتخابات قبل انتهاء عمر الدورة الحالية للبرلمان في سادس من شهر تشرين الثاني المقبل من أجل أن لا يدخل الأقليم في فراغ قانوني مؤكدا أن كتلة الديمقراطي ليست على استعداد لاستخدام أكثريتها البرلمانية لتمديد عمر الدورة الحالية للبرلمان وأوضح مولازان قائلا نريد أن نعلن للرأي العام أن الديمقراطي لم يستخدم لغاية الآن أغلبيته إلا لمرة واحدة عندما سحب الحصان من أحد النواب مستدركا بالقو ولكن إذا لم تدعو رئيسة البرلمان إلى عقد الجلسات لتعديل قانون المفاوضية والإتخابات فإننا سنستخدم مرة أخرى الأغلبية أعلن وزير الصحة في حكومة إقريم كردسان سامان برزنجي عن تشكيل لجنة لتقصي أسباب نفاذ الأدوية في مستشفيات محافظة السليمانية وقال في مؤتمر صحفي أن مشكلة نفاذ الأدوية في السليمانية أنه لم يتم صرف المستحقات المالية للشركات التي تزود المستشفيات والمسألة ليست لها علاقة بالوزارة لأننا أعطينا كامل صلاحيات للمديريات العامة للصحة في الإقليم لشراء الأدوية وصرف الأموال ولكن لم تصرف لأنهم يقولون لا توجد أموال في المصارف في السليمانية وأضاف لهذا شكلنا لجنة من قبل مجموعة من المستشارين والمختصين في وزارتي الصحة والمالية لمعرفة أسباب عدم وجود سيولة مالية في مصارف السليمانية وعلى وزارة المالية أيضا أن تعطي توضيحات لاطلاع الرأي العام على حيثيات المشكلة وأشار برزنجي إلى أن حكومة الأقليم ووزارة الصحة ليست المذنبة في هذه القضية وإنما الجهة المسؤولة هي المديرية العامة للصحة في السليمانية ولهذا بدأنا تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في الأمر عقدت رابطة الغد بالتعاون مع منظمة باكس الهولندية مؤتمرا دوليا خاص لمتابعة الآثار الناجمة عن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على قضاء الحويجة في محافظة كوركوكا وتعطيل كثير من مفاصل الحياة فيها وشارك في المؤتمر ممثلين عن الدوائر والوزارات الحكومية العراقية وأعضاء مجلس النواب والسفراء ومدير المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة مناشد الجانب الحكومي والمجتمع الدولي الإنساني التدخل السريع في معالجة أهم الأمور أولا تعويض أهالي الشهداء ثانيا التدخل السريع في معالجة الجرحة لوجود محاولات انتحار من بينهم ثالثا دعم مراكز الدعم النفسي والاجتماعي رابعا إعادة بناء مساكنهم وإعادة من أهمها الخدمات الإنسانية من الماء والكهرباء بالإضافة إلى الخدمات الصحية وإعادة بناء المدارس في المنطقة معالجة موضوع البطالة من خلال تقديم مشاريع دعم لذوية الدخل المحدود وإعادة بناء الحي الصناعي الذي يمثل مركزاً رزق أساسي للعديد من سكان هذه المنطقة لا يخفى على الجميع بأن هناك إخفاقات كبيرة في عمل الكثير من الدول المانحة والتي أتمنى أن يتخطاها ويتجاوزها هذا المؤتمر ولعل من أهم هذه الإخفاقات هي عدم الالتزام الأخلاقي لكثير من الدول المانحة بالتعهدات والمبالغ والالتزامات التي تقطعها على نفسها وتعلن عنها أمام العالم ومن ثم التراجع أو التنصل من هذه الالتزامات فيما بعد والأمثلة كثيرة جداً على مثل هذه الحالات نحن كجهة تنسيقية للمنظمات نود أن نبين المعاناة التي يعيشها أهالي الحوجة والمتأثرين بهذه الضربة كما نود أن نعلمكم بأنه لا تزال المعاناة مستمرة لحد هذا اليوم وكل العمل الأنساني الذي قدم من قبل المنظمات الدولية لا يرتقي بمستوى المعاناة التي عانتها تلك المناطق لذلك نحن نناشد الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وخاصة الوكالات الدولية لمساعدة تلك العوائل ومعالجة البطالة وتوفير فرص عمل لمساعدة تلك العوائل وإعادة بناء الحي الصناعي الذي كان مصدر للرزق لتلك العوائل ما حصل يعني أنا يصير فيه من أشخاص أو سبب النوع لي ومن يوم أضرب العدد الزماني وإذا أعارك يجيبوا قال وزير الخارجي المصري سامح شكري أن دول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي بموسكو أن مجموعة الاتصال العربية بشان أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية من مناطق الصراعي وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى وعقب لقاء جمع الوفد العربي مع وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف شدد شكري على ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية لأزمة أوكرانيا ولفت إلى أن جهود الوساطة تهدف إلى التواصل لإيقاف فوري للعملية العسكرية ومناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة وتابع أن الوفد العربي بحث مع لوفروف سبل إنهاء القتال في أوكرانيا وأشار إلى أن الوفد الذي يضم وزراء خارجية الجزائر ومصر والأردن والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية سيتوجه في وقت لاحق إلى ورسو للقاء وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة في إطار الجهود التي يقوم بها الوفد العربي لإحتواء الأزمة تخاطط الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في أوكرانيا فيما حضر رئيس الأوكراني فلودي ميرزيلينسكي من احتمال اكتشاف المزيد من القتلى في المناطق التي سيطر عليها الروس وقد انسحبت القوات الروسية من بلدات في شمال العاصمة كييف الأسبوع الماضي فيما تحول هجومها إلى جنوب أوكرانيا وشرقها واستعادت القوات الأوكرانية سيطر على بلدات دمرتها الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أسابيع ومنها بوتشا حيث تناثرت جثث مدنيين في الشوارع وأثارت صور مروعة لمقبرة جماعية في بوتشا وجثث مقيدة لأشخاص أطلقت النار عليهم من مسافة قريبة غضبا دوليا ودع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى محاكمة نظيره الروسي بلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب وتعادت واشنطن وألمانيا وفرنسا فرض عقوبات جديدة على موسكو ونفت روسيا أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين وقالت أنها ستقدم أدلة عملية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي تثبت عدم ضلوع قواتها في هذه الأعمال زار الرئيس الأوكراني بلودي ميرزلينسكي مدينة بوتشا على بعد 25 كم شمال غرب كيفا والتي غادرتها القوات الروسية مخالفة وراءها دمارا حائلا وعشرات الجثث قيل أنها لمدنيين قتلهم الجيش الروسي وهو ما نفاه الكريملين وقال زلينسكي أن العالم سيعترف بأن ما حدث إبادة جماعية حيث تتهم القوات الروسية بارتكاب مزارة في حق المدنيين ظهرت مشاهدها بعدما استعادها الجيش الأوكراني وأضاف زلينسكي الذي وقف مرتديا سترة واقية من الرصاص ويرافقه عسكريون متحدثا إلى صحفين من وسائل أعلام عدة في أحد شوارع بوتشا المدمرة جراء المعارك كل يوم حين يدخل مقاتلون ويستعدون مناطق ترون ما يشري هذه جرائم حرب وسعترف العالم بها على أنها إبادة جماعية ورد الرئيس الأوكراني بالإيجاب على سؤال من صحفيا حول ما إذا كان لا يزال من الممكن التفاوض مع روسيا حول السلام قائلا أوكرانيا يجب أن تحصل على السلام وأكد في الوقت نفسه أن تحقيق نجاح في المفاوضات قريبا هو من مصلحة روسيا وكلما أخر الاتحاد الروسي أمد عملية التفاوض كان ذلك أسوأ بالنسبة له تهدد موجة السقيع الربيع التي تتشهدها فرنسا لعديد من المحاصيل الزراعية مرة أخرى حيث تتعرض أشجار الفاكهة للخطر وبشكل خاص الكروم إذا طالب المزارعون السلطات بمساعدات مالية وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد لم يسبق وأن سجلت تدنيا لدرجات الحرارة خلال شهر إبريل نيسان منذ العام 1947 ويناضل المزارعون لحماية البراعم الصغيرة لأشجار الفاكهة والكروم من أضرار السقيعة وتأتي تدفئة الحقول بالشموع من بين الحلول التي لجأ إليها المزارعون لوضع حد لدرجات الحرارة المنخفضة كالحواجز المضادة للتجمد أو تحريك الرياح أو التدفئة لتفادي التجمد وكذلك رش الماء لأحاطة البراعم الصغيرة بطبقة واقية والهدف منع بلورات الجليد من التكون وعند شروق الشمس يكون لها تأثير كبير قد يحرق البراعم ولكن يبدو أن الأمر يتعلق بكارثة زراعية بسبب درجات الحرارة التي تبلغ بين سالب ثلاثة و سالب ست درجات مئوية وهو ما يعادل الخسائر تتراوح بين خمسين إلى مئة بالمئة في ليلة واحدة وهو ما يؤكده المختص في مجال علم المناخ الزراعي سيرجزاكا إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين محافظ صلاح الدين يعرض على صندوق إعادة الأعمار أولوية المشاريع التي تحتاج لها المناطق المحررة ارتفاع أسعار المواد الغذائية يغير تقوص الأسر في رمضان والمرضى يشكون غلاء الأدوية في الصيدليات استبعادوا عقد جلسة للنواب قبل انضاج مبادرة البيت السياسي الشيعي والحلبوس يحسم معركة صلاحيات وهيئة الرئاسة ووفد سياسي رفيع المستوى في أربيل لإنهاء الانسداد برئاسة الجمهورية والعراق يرفض اقحامه بالنزاع الإيراني الإسرائيلي شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة